وتبقى جماعة الأخوان المسلمين من أقوى الكتلة المؤثرة على المسرح السياسي المصري يعتبر تاريخها نعكاسا لإيدولوجيات الأنظمة التي حكمت مصر منذ أن أسسها حسن البنة عام 1928 وحتى اليوم التقرير التالي يلقي الضوء على هذه المسيرة حسن البنة مصحف وسيف مفردات رافقت مسيرة ثلاثة أجيال من الإخوان المسلمين تلك الجماعة التي وضعت بذرة الدين في السياسة خلال القرن الماضي بناها البنة في الإسماعيلية قبل أكثر من ثمانية عقود وبدأ بها رحلة المشهدين الثمانية التي وصلت أخيرا إلى الدكتور محمد بديع قصد البنة بالجماعة نشر القيم الإسلامية في المجتمع لكن تنظيمها السري اصطدم بالأجهزة الأمنية التي اغتالت البنة بمباركة القصر في ذلك الوقت وحتى عام 73 كان حسن الهضيبي هو المرشد حتى من داخل المعتقل عمر التلمساني كان هو المرشد الثالث الذي تجاوب مع سياسة السادات في الدفع بالإسلام السياسي في وجه الشيوعيين وخلال عهد رئيس مبارك تعاقب على مكتب الإرشاد خمس مرشدين محمد حامد أبو النصر الذي نشأت خلال ولاياته التيارات الإصلاحية داخل الجماعة وتميزت مرحلته بالصدام مع السلطة بحكم الأحداث الدولية الجسيمة مصطفى مشهور الذي حاول إعادة التماسك للجماعة وبدأ في تأهيلها سياسيا بمنظور عصري مأمون الهضيبي الذي لاحقه المرض بمجرد تقلد الزعامة فتوفي بعد عامين مهدي عاكف الذي برز الإخوان في عهده ككتلة برلمانية ثقيلة ومؤهلة وها هو محمد بديع المرشد الثامن الذي تأمل الجماعة في أن يعبر بها من أزماتها الخانقة والمتوالية مع النظام محمد سعيد محفوظ بي بي سي